وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في الدعوة الجنائية رقم 40 ويواجه الرئيس المعزول تهما تحت المواد الأولى والسادسة من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة الخامس ستعشر من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما وجه النائب العام المكلف بحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد لإجراء التحقيقات اللازمة